نعم أنا أتفق معك وأقول أن قضية المدارس وقضية المناهج وطريقة الإداءة للتربية يجب أن يتغير باستمرار طبعاً نحن بالنسبة أنه جهة استشارية لرئيس وزراء وجهة متابعة للقرارات التي يمكن من خلالها تطلع الأفكار والمبادرات من خلال مكتب رئيس وزراء نعم أقول اليوم المدارس نحتاج إلى تفكير آخر اليوم سيد رئيس وزراء يعني رفعناها للجديد من الكتب التي تغير من واقع الحال سيد العزيز السيد علي تعرف أنه العراق في حاجة إلى 9600 مدرسة وخلال السنتين القادمة قد يحتاج إلى 12000 مدرسة هذا يعني بأن الدولة بموازنتها وميزانيتها لا تستطيع من أن تقوم بهذا العدد الكبير من المدارس فلذلك طرحت أفكار وافق عليها دولة رئيس وزراء وحدة منها صندوق التنمية مدارس صندوق التنمية 4000 مدرسة أعلن 400 مدرسة منها وهي مدرسة استثمارية تستثمر من قبل المستثمرين بحيث تبنى ويدفع تدفع الدولة إيجارها وهذه العملية طبعا مهمة هناك أيضا مشروع آخر ل10000 مدرسة لاستثمار أيضا مدارس بنها المستثمرين مقابل دفع مبالغ معينة على الطلبة اللي يدعمون فيها المدرسة من خلال الحكومة أنا ما فهم الدكتور عدنان أرجو أنه تركز على هذه النقطة 600 مدرسة تم استلامة إضافة الياء ألف نعم يعني كيف يأتي المستثمر ويبني البناية المدرسية والدولة تدفع أموال هذه البناية المدرسية خوف الدولة هي تبني المدرسة لكن جنابك واضح بقولك أنه الدولة ما عدها هذه الإمكانيات المالية لبناء مدارس جديدة وكل عام يزداد العدد يعني كيف سيكون دور المستثمر أستاذ علي دور المستثمر هو سيستثمر أمواله هو الذي سيبني والدولة التبني هو الذي سنوفر له قطعة الأرض نعم وهو يبني من أمواله الخاصة ويقوم بعملية الصيانة وأيضا تجهيز المدرسة بالرحلات والصبورات خلال 25 سنة أو 15 سنة نحن ندفع له إيجار سنوي وهذا الإيجار السنوي طبعا بالتأكيد إيجار يعني لا يمكن أن نحسب على حسابات مادية كبيرة إيجار ربزي يعني المستثمر يستفيد والدولة مستفيدة إضافة لذلك طرق الثاني الآن على وشك أن ننجز هذه المهمة هي مدرسة المستثمر أيضا يبني من ماله الخاص ويكون هو مسؤول على الصيانة وغير الصيانة نعم وأيضا تجهيزات المدرسة أيضا نحسب لعدد الطلاب وبدالما تصرف الدولة طلاب مبالغ تضي أيضا مبلغ للمستثمر من أجل أن يدي من مدرسة ويقومه فذلك أنا أصور هذه المهمة باللسف لصندوق التنمية انطلق المشروع واليوم عندنا 400 مدرسة سيتم إنشاءها خلال سنتين يعني هذا العمل ينجز